طيب هل فعلا سيد إسبر طلب الرئيس ترامب من الجيش الأمريكي أن يساعد في التعامل مع مظاهرات جورجي فلويد في مينيسوتا حتى لو اضطر إلى فتح النار على أرجل المتظاهرين؟ في هذه النقطة كان هناك اجتماع مع البيت الأبيض في 2020 وتم سؤال أحد الجنرالات في الجيش الأمريكي في هذه القضية طلب منه فعل ذلك هو هل طلب وسأله هل يمكنك أن تطلق النار على المتظاهرين؟ ولكن الجميع اعترض عن هذا القرار واعترض عن اتخاذ أي إجراءات صارمة ضد المتظاهرين وهذا كذلك تحدثت عنه تفصيلا في مذكراتي وهل أنت كنت ضمن المعترضين على فتح النار على المتظاهرين في جورجي فلويد وعلى توجيه ضربات عسكرية لفنزويلا وإيران والمكسيكو بالتالي تمت إقالتك؟ نعم وهذا هو سبب وراء إقالتي بعد الانتخابات في نوفمبر أكلت من منصب ربما لأنني لم أتفق ولم أحزو حزوه في عدد من القضايا حلفت اليمين على أن أكون وأن أعمل لصالح الولايات الأمريكية ولم أحلف أنني سوف أفعل ما سوف أفعله لصالح الرئيس وهذا هو سبب وراء إقالتي من منصبي وكلنا يعلم ماذا حدث لاحقا هل تتوقع أن يعود السيد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى في الانتخابات القادمة؟ أتمنى أن لا يكون هذا هو الحال وأظن أن عدد من الجمهورين الأخرين يمكنهم أن يديروا دفة المسارة الجمهورية بسبب السلوك السيء لرئيس ترامب وأظن ولكن أود أن أقول أن لا يزال بعض الأعضاء يستمعون عليه ويحزون حزوه ولكن مرة أخرى أتمنى أن لا يحدث هذا وبالطبع تمنى نفس الأمر للديمقراطي نحن بحاجة إلى جيل جديد من القادة لأن يأخذوا بزمام القيادة لأننا وعلى مشارف كرن جديد ترجمة نانسي قنع